وفي ملف آخر يراعي تعقيدات المال والسياسة قالت منظمة هيومن رايتس ووتش إن إعادة إعمار قضاء سنجار الذي تضرر بشدة في القتال ضد تنظيم داعش متوقفة بسبب الخلاف السياسي حول إدارتها بعد سبب بعدم استخدام الأموال المخصصة لتأهيل البنى التحتية وعرقلت عودة أكثر من 200 ألف نازح ووفقا للمنظمة الدولية للهجرة فقد تم تدمير 80% من البنية التحتية العامة و70% من منازل أهالي القضاء خلال الحرب لطرد التنظيم فيما لا يزال الاقتتال السياسي يمنع استخدام الأموال المتاحة وبينما نقلت المنظمة عن محافظينين ونجم جبوري قوله إن أربيل وبغداد ترفضان إنفاق الأموال قبل الاتفاق على مرشح مناسب لمنصب قائم قام سنجار طالبت منظمة العفو الدولية الحكومة العراقية الكشف عن مصير المختفين قسرا خلال مراحل الحرب على الإرهاب